اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري بداية استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم الثاني والوفد المرافق له الاستقبال الذي جرى برئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف ووزير الصحة السيد عبد الرحمن بن بوزيد وعقب الاستقبال أدل رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم الثاني ورئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة سيد محمد معتز الخياط بالتصريح التالي سعدنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس وعندنا معه وقت كافي حطانا وقت كافي واحنا اليوم الفرص اللي شفناها في الجزائر مختلفة عن السابق وكذلك نشوف الجزائر اليوم بصورة أخرى على أساس أنه بيطلع غانون جديد غريبا جدا خاصة يخدم المستثمرين وإن شاء الله تكون هناك اتفاقيات مع وزرات عدة مناسبة في الفلاحة وفي السياحة وفي التعليم فالحمد لله كانت زيارة موفقة ونتمنى التوفيق للجزائر ونتمنى إن شاء الله نشوف الأشياء هذه في قريب في الأغرب أهم شيء سيادة فخامة الرئيس كان مهتم في الزراعة وفي السياحة وفي كل المجالات وخاصة سعدنا أن هناك شبكة غطارات في الطريق جاية للجزائر تكون تربط مدن الجزائر وتربط الجزائر بالدول المجاورة وهذا الشيء نظرة طموحة لرقي الجزائر دولة اليوم من أكبر الدول العربية وأكبر الدول الموجودة في هذه المنطقة موقعها الاستراتيجي يأهل لها أنها تكون دولة مهمة بالنسبة حق الدول الأخرى اللي بجانبها وخاصة الدول اللي في الداخل كذلك هذه المواصلات بتكون شسمها وكذلك خطة لموانئ مهمة تختم والجزائر يعني ما تعتبر يعني تعتبر يعني دولة كبيرة لأن الجزائر في وهران وفي عنابة وفي سطيف وغيرها المناطق هذه كلها دولة عباء تعتبر مدن كبيرة وكثافة سكانية عالية الجزائر اليوم قريبة تلخمسين مليون فلذلك هناك محتاجة لأشياء كثيرة ومحتاجة للتطور شسمها سعدنا باجتماعنا مع فخامة الرئيس هناك إن شاء الله فرص كبيرة للتعاون بين المجالات عديدة وتجسيد اليوم اجتماع اليوم كان تجسيد للتفاهمات سابقة بين قيادة البلدين وإن شاء الله هناك تعامل في مجالات تعاون مستقبلي في مجالات الفلاحة ومجالات الرعاية الصحية ومجالات أخرى ونأمل التوفيق من الله عز وجل إن شاء الله كما استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رؤساء منظمات أرباب العمل الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف وعقب استقبالهم من قبل السيد رئيس الجمهورية أدل سيد لخضر رخروخ ممثلا عن رؤساء أرباب العمل بتصريح التالي كان لنا شرف كبير اليوم حضرنا باستقبال من طرف السيد الرئيس الجمهورية وهذه في إطار دورة تشاورت مع شخصيات الوطنية وهذه ولت عادة ولت من ترديسيون التشاور مع القطاع الاقتصادي ورانا شفنا عندها مدة كان فيها اللقاء وهذا اللقاء وهذا بما يدل على الاهتمام الكبير من طرف السلطة من طرف الرئيس الجمهورية بهذا القطاع الحساس وكانت مشاورات جد وبناء ونحن خرجنا متفئلين جدا على حسب البرنامج اللي راهم مستطر وهذا التفاؤل إن شاء الله راح نكون ونحن راح نبالو طمس متر للزمالئنا الذين راهم يستنوا في هذا الريزولتات هذا النتائج هذا الاسقبال وهذا يكون احنا اكدنا وكان عنا الفرصة باش نطلع اشتغالات المستثمرين وانشتغالات المسيرين وهذا اللي راح يخلينا متفائلين جدا وندفع ونحن راح نلمش شمل لندفع بعجلة التطور لاقتصاد الوطني تختتم اليوم بقصر المعارض فعالية طبعة الثالثة والخمسون لمعرض الجزائر الدولي تحت شعار من اجل شركة استراتيجية وعرف هذا المعرض مشاركة ازيد من 700 مؤسسة من بينها 187 شركة اجنبية حيث تم اختيار الولايات المتحدة الامريكية ضيفة شرف هذه الطبعة وشكلت هذه الطبعة فرصة لسحداث شركات وترقية علاقة تعاون بين المستثمرين الجزائريين والاجانب قامت وزيرة البيئة سامية موالفي امس بزيارة عمل وتفقد لولاية الشرف حيث وقفت على نشاطات النواد البيئية كما استمعت الى مختلف انشغالات ممثلية الجمعيات المحلية موالفي شددت على ضرورة ادراج البعد البيئي ضمن خطط التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق مشاركة اوسع لمختلف القطاعات وفواعل المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة قضية البيئة ليست قضية الدولة أو قضية قطاع وزاري معين لكن هي قضية الجميع وانتم تعرفوا بلك وزارة البيئة هي وزارة أفقية يعني نتعامل ونخدم كل يوم مع الوزارات الأخرين ومن هذا المنبر نؤكد على ضرورة تضافر الجهود مع الجميع قطاعات وزارية مؤسسات الدولة مسؤولين وكذلك المجتمع المدني وبالتالي المواطن بضرورة الحفاظ على البيئة دولياً وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة شيع أهالي مدينة جينين شمال الضفة الغربية فجر اليوم جثامين ثلاثة شبان فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في كمين نصبته خلال اقتحامها المدينة بنحو ثلاثين آلية عسكرية وفي أعقاب ذلك وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال وسط اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الصهاين الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح خطيرة في الرياضة عقدت أمس الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم حيث تمت المصدقة على الحصيلتين المالية والأدبية لعهدة رئيس الاتحادية شرف الدين عمارة الذي قدم استقالته رسمياً الاجتماع خصص أيضاً لتعيين أعضاء لجنة الانتخابات المقرية وعرض الخطوط العامة للموسم الكروي القادم وبهذا نختم موعدنا الإخباري موعدنا يتجدد على رأس الساعة بإذن الله شكراً لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة